السلام عليكم ورحمة الله عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بألف خير يا رب كل سنة وانتو طيبين يا حبيب قلبي ورمضان كريم عليكم وعلينا بإذن الله جميعا ويا ربي يكون شهر كريم عليكم جميعا بإذن الله ويجعلها سنة سعيدة جدا بإذن الله النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض افطار حلوة قوي وإن شاء الله هيعجبكم هعمل معاكم أجنحة الدجاج أو اتشيكن وينجز بطريقة سهلة وبسيطة وعملت كمان رز بسمتي على القناة تابعوا الفيديو يلا حط لايك للفيديو ولو ما اشتركتش معايا في القناة ياريت تشترك معايا ومستنياكم منت حلو منك كده إن الطريقة دي بإذن الله هتعجبكم وكمان لو عايزين فيديوهات تكون من النوعية دي ياريت تكتبوله في الكومنتات وانا اعمل لكم أكراد بسيطة جدا وسهلة وسريعة وموفرة خالص أول حاجة نسمي بسم الله أنا عندي كيلو من أجنحة الدجاج أو الفراخ أجنحة الفراخ دي غسلها ومنظفها كويس نقعتها في ماء ودقيق وخل ولمون وشطفتها كويس شطفة كويسة بماء نظيفة وبعد كده هجيب بقى التوابل بتاعتي وهنجيب البولة بتاعتنا اللي احنا هنتبل فيها الأجنحة نزلت عليها بمعلقة فلفل اسود ومعلقة كمون معلقة سبع بهرات وكمان معلقة كركم ومعلقة شطة ومعلقة ملح ويتوم بودر وبصل بودر وكمان ضفت عليهم نص كباية خل وكمان كباية مية ودفت كمان معلقة زعتر وكمان مكعبين مرق الدجاج هبتدي أفرقهم وكمان لو حابين تشيلوا المية وتحطوا لبن أو زبادي براحبكم خالص ودفت عليهم معلقة تم هروس وكمان معلقة بابريكا وهقلب المكونات دي مع بعض كده وابتديت بقى أنزل أجنحة الدجاج بالشكل ده هنزلها في التدبيلة أنا بعملها قبلها من بالليل وأسيبها لتاني يوم كل ما بتسيبها في التدبيلة كل ما بتكون أفضل بتدي طعم حلوة أوي والنتيجة كويسة هغطيها بقى واسيبها في التلاجة لتاني يوم وان شاء الله هقول لكم هنعمل إيه مع بعض تاني وارجعت لكم ده تاني يوم اهو بعد ما سبتها في التدبيلة انت كل ما بتسيبها في التدبيلة بتكون أفضل ليكي بتدي طعم حلوة أوي هجيب بقى الطبق بتاعي اللي أنا هشتغل فيه وهضيف فيه كبايتين من الدقيق ده الكبايتين من الدقيق ضفت على الدقيق نصف كبايت فيجتار ده فيجتار حار انت لو عايزة تعملي فيجتار بارد براحة الخالص وكمان ضفت معلقة كمون ومعلقة كركم ومعلقة سبع بهارات نفس التواب اللي احنا حطناها في التدبيلة هنضيفها برضو هنا ومعلقة الملح وكمان توم بودر وبصل بودر ضفت عليهم كمان مكعبين مرق الدجاج كده واقلب المكونات دي مع بعض كده زي ما انتوا شايفين هجيب طبق تاني فيه شوية مياسقعين حوالي كبايتين كبار كده من المياس ساعة وهجيب بقى ابتدي اجيب اه الاجنحة كده ونزلها في الخليط دي زي ما انتوا شايفين اهو وعفرها زي ما انتوا شايفين كده وبعدين هدفها فيه المياه بنفس الطريقة وارجعها تاني فيه الخلطة دي وبنفس الطريقة كده احطها فيه الخلطة دي اه وبعدين هدفها فيه المياه اهي اه انا بخليها تاخد التعريجة زي كنتاكي كده اهو ابتدي احطها فيه الخلطة وبعدين هنزلها في المياه وبعدين هرجعها تاني في الخلطة بنفس الطريقة دي اهو لحد ما تاخد التعريجة بتاعت الكنتاكي كده وبعدين اتحطها بقى في طبق فاضي تاني اللي علشان نشوف هنعمل ايه مع بعض التشيكن وينجز او اجنحة الدجاج دي بصراحة من اسهل ما يمكن ما بتاخدش وقت خالص وانا مجهول اه لو متاخرة وقبل الفطار بنص ساعة بتلحقي تعمليها ما بتاخدش معاكي اي وقت ولا مجهود خالص اهو وكمان هتعجب اولادك جدا وبصراحة طعمها حلو قوي وكمان عجبت اولادي اهو واكلة موفرة خالص بخمسة وعشرين جنيه اه تقدري تعمليها ده كيلو اجنحة اهو والله فارط معايا وكان جميل جدا وطعمها حلو وعملت كمية حلوة وانتوا عارفين في الغلاء بتاع الايام دي بصراحة ده اكلة موفرة خالص وربنا يسترها علينا وعليكم جميعا وبعد ما عملت الاجنحة كده زي ما انتوا شايفين ابتديت اروح بقى على البتجاز وجبت طاصة وملتها زيت كده وسخنتها لحد الزيت ما يسخن خالص اه وابتديت انزل بقى بقطع او اجنحة الدجاج واول ما بتغلي كده زي ما انتوا شايفين اهو ابتدي اوطي النار عليها واغطيها بالشكل ده بابتدي اوطي النار عشان تستوي كويس وبرضا عملت طاصة تانية قبلها عشان انجز في الوقت بس اهو ابتدي اول ما بتاخد لون كده وابتدي اقلبها علي الجنب التاني زي ما انتوا شايفين اهو والله ما بتاخد وقت معاك خالص هي كده استوت معايا اهي هبتدي بقى اطلعها بقى على الطبق زي ما انتوا شايفين اهو بصفها كويس من الزيت وده شكلها اهو شايفين شكلها عامل ازاي بصراحة تحفى انا عملت جنبها شوية رز بسمتي تقدر تعملي جنبها ماكورونا اي نوع ماكورونا زي ما تحبي انا عملت بصراحة رز بسمتي وطبق سلطة وكمان طبق طحينة وبالفة هانا عليكو حبيب قلبي يارب تكون الطريقة النهاردة تكون عجبتكم واستفدتوا منها يلا حط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتش وفعل زر الجراز علشان بإذن الله وصلك اشعار بكل جديد ومستنيا كومنتاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا اشوفكم يارب على خير الفيديو الجاي مع السلام